السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكملة لسلسلات التقليم اليوم في هذا الفيديو سنتحدث عن موضوع التقليم لبناء الكثافة في بعض النباتات مثل الجهنمية سوف أستخدمها كمثال واضح تحتاج تقليم لأن نبني الكثافة ويكون التزهير مليان وكثيف في نبتة الجهنمية سوف أبعين لكم نوعين من التقليم في الجهنمية بس عساسة أبعين الفرق بين النوعين هذه واضح أن الكثافة فيها مبنية أكثر شوي من غيرها وراح أراويكم الثانية اللي الكثافة اللي ما نبنت فيها بنفس الشكل على أنها شوي أقدم ولكن قد يكون نوعها شوي مختلف ولكن رح أبعين لكم طريقة التعامل مع الاثنين لبناء الكثافة احنا نبني كثافة لما نقلم أحساس أن الأطراف اليديدة هي اللي يصير فيها التزهير فاحنا سنبي مكثر من الأطراف الجديدة أو أطراف النمو على أساس يصير عندي تزهير كثيف في الجهنمية وتكون شبه مليانة أكثر وتعطيني تزهير أجمل فرح أبعين لكم أول النوع الثاني وبعدين راح ننتقل لتقليم هذه مثل ما احنا نتعلم هذه النوع ما في كثافة أو هذه الجهنمية ما فيها كثافة عالية ولكن عندي هذه الغصن مثلا ففي بعض الأوراق نصيحة مهمة أو شيء لازم مهم ننتبه له هنا نحن لا نقطع في مكان ما فيه أوراق لأنه إذا قطعنا الغصن في مكان ما فيه أوراق احتمال كبير أن الغصن يموت فاللي راح أسوي يعني مهم يعني مهم أن نحن لما نقطع مهم أن نخلي لو أورقة أو أورقتين أو يعني براعم متأكدين أن فيها أوراق وتكون حية على أساس الغصن ممكن يتغدى منها فعندي مثلا هنا واحد اثنين ثلاث أربع هذا يمكن يكون حي تقريبا أربع خمس براعم فاللي راح أسوي مثل ما تكلمنا راح أقضع في الاتجاه اللي أبغي النمو يطلع فهذه البرعم فرح أدخل وأقلم شيء بسيط بس على أساس أن البرعم اللي في الخلف تبتدي تنشط ويصير عندي نمو إن شاء الله فهذه في النباتات اللي ما نبنت فيها الكثافة نتعامل معاها بهذه الطريقة مثلا هذه نفس الشيء فراح أقطع بهذه الطريقة بس على أساس تنبني الكثافة شوي شوي تدريجيا وبعدين أنا ممكن أتعامل بالطريقة الثانية لبناء الكثافة فهذه النوع الأول من بناء الكثافة وتحفيز تزهير جديد وراح ننتقل إلى الجهنمية الثانية ونشوف الطريقة اللي نقلم فيها لتحفيز كثافة وتزهير بالنسبة لهذه الجهنمية الآن لما نحن نبغي نقلمها بشكل جار على أساس أن نرجع النمو ونحفز تزهير قوي فيها متى نسوي هذه الشيء؟ أولا أول نقطة أنه لما نشوف في براعم يديدة في نشاط في نمو يديد في أطراف قاعدة تظهر عندي فهذه الوقت لما تسقط أوراقها ويسقط الزهر ونشوف البراعم تبتدي تنمو أو تبتدي كأنها تبت تنتج نمو جديد في بعض الجهنميات تكون موردة طوال السنة ولكن لما نشوف فيها نموات جديدة بدايات نموات جديدة هذا هو الوقت الذي يمكننا أن نقلم ونرجع إلى النموات الجديدة بشكل بسيط أولا سأبدأ من الأطراف كلها وبعدين سأدخل أكثر وأكثر موسيقى 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 فنلاحظ كيف أنا الحين بشكل سريع قلمت النبتة ورجعت الأغصان ولكن كنت حريص أني أقلم إلى مكان يكون فيه غدد أو فيه أوراق لا أترك الغصن خالي جدا أساس أن الغصن ما يموت ولو أنه فيه احتمال ما يموت ولكن المخاطرة تكون أعلى فأخلي شوي فيه أخضرار أو فيه أغصان أو أوراق على أساس أنه يقدر الغصن يرجع ينمو فبهذه الطريقة نحن نبني الكثافة طبعا أنا ممكن أرجع وأدخل مرة ثانية وأستخدم المقص العادي وبشغل الطريقة مفصلة أكثر أبتدي أقلم أكثر وهذه المجال الليل حين عندي أنا أقلم أكثر أساسي صغير عندي كثافة أكثر وهذه شيء ممكن أسوي ولكن هذي المقص يساعدني أن يسرع لي عمليات التقليم الأساسي وبعدين ممكن أرجع وأنظف بشكل دقيق فهذه بشكل بسيط اللي هو التقليم لبناء الكثافة عموما التقليم يبني كثافة بحد ذاته ولكن التقليم بهذه الطريقة يبني كثافة عالية لبعض النباتات هذي شيء ضروري مثل الجهنمية والنباتات اللي تزهر هذي شيء ضروري نحن نسوي فأتمنى أننا استفدتم من هذا الفيديو البسيط والسريع واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذه النوع من التقليم أو أي نوع من التقليم أو أي موضوع ثاني ممكن أن أترك الاستفسار أو السؤال أو الموضوع في قسم التعليقات وإن شاء الله سأحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن واتشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللعين فيما اللعين